ياهلا ومرحبا شباب واليوم جاء لكم جوال اقتصادي من اونر اكس 7 بي الجوال بسعر اقتصادي وبيقدم اداء خرافي بطارية ضخمة وكاميرا عملاقة 108 ميجابيكسل لتصوير الثابت وايضا عندك التصوير الفيديو 1038 اطار فالتصوير الثابت هنا بيجربوا مع بعض وبيجرب برضو 1038 اطار سواء للسلبي او للكاميرا الخلفية فخلونا نشوف الجهاز محتويته كامل وايضا المواصفات والاداة ولكن بعد اعلان في اي بي السي دي كي موقع في اي بي اللي بيع انظمة التشغيل اصلي مدى الحياة عندك ونلس عشرة وايضا 11 وانتبه نسختك سواء كانت هوم او بروفيشنال واشتري نفس النسخة اللي بثبتة عندك كله عليك تستخدم الكون لظاهر بالشاشة وايضا بيخصوب لك خصم خرافي زي ما انتم شايفين بـ 6.16 فاصلة كم هلا له عموما تاخذ الكود حيكون بنفس هذا المكان وتروح لكلمة اكتيفاشن سواء في ويندوز 10 او ويندوز 11 وحتفعل الويندوز وبيضل معاك اصلي مدى الحياة والرابط بوصف الفيديو بسم الله وعلى بركة الله انبوكسنج سريع عندنا الشاحن بقطرة 35 واط وعندنا ايضا دبوس الشريحة اللي بيطلع الشريحة وايضا الجراب الشفاف واتمنى استخدامه على طول عشان ما ينخدش عليك جوالك والجوال والسلك يوس بي تايب سي طبعا الجوال يجي بثلاثة الوان الفض اللامع الاخضر الزمردي اللي هو معايا واسود منتصف الليل والمواصفات شاشة 6.8 انش و2412 في 1080 بيكسل وتسعين هرتز وشاشة اي بي اس طبعا ال سي دي ومساحة الجوال مينتن ستو خمسين قايقا وتقدر تزيد المساحة حتى مينتن ستو خمسين يعني دبلي سير عندك خمسمية طبعا مايكرو اس دي ويدعم شريحتين المعالج طبعا سناب دراجون 680 فور جي ومعالج رسوميات اديرنو 610 ورامات 8 جيجا وبطارية ضخمة تصمد ثلاثة ايام 6000 ميلي امبر جوال رخيص وبطارية ضخمة ما شاء الله تبارك الله كاميرا سيلفي ثمانية ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.0 وحديثا عن الكاميرات الثلاثة كاميرا رئيسية وفتحة عدسة 1.8 وعريضة. الكاميرا الثانية خمسة ميجابيكسل بفتحة عرسة اثنين فاصل اثنين والكاميرا الثالثة اثنين ميجابيكسل بفتحة العرسة اثنين فاصل اربعة للعزل. طبعا الجوال يدعم سماعة ثلاثة فاصل خمسة. طبعا ما جاءت مع الكارتون لانه هذي نصحة نصحة مراجعة واللي في السوق تشتري بتكون معها سماعة. وايضا الجوال بيدعم خاصية انف سي للدفع وايضا برضو البصمة شوفت عينكم جدا جدا سريعة. الجوال الان متوفر في السوق وانصحكم فيه اللي يدور جوال اقتصادي. في هذي المواصفات ما شاء الله تبارك الله. الحين خلو ندخل على الكاميرات السيلفي. هجرب برضو الكاميرا الرئيسية بعدها نكمل الفيديو بنشوف الجوال هل في الالعاب برضو كويس او لا. اوكي شباب زبتم شايفين هذي الكاميرا الخلفية بقدرة مية وثمانية ميجابيكسل. لكن هذي التصوير الثابت. هاخذ صور ثابتة. والان زيبتم شايفين هذي الصور الثابتة اللي اخدتها برة وخدتها برضو في الستيديو. وضوحها عالي العام. فالتصوير الفيديو فقط زيبتم شايفين فقط الف وثمانين وثلاثين اطار. فالجوال اقتصادي. انا اتمنىت انا تكون فور كي. اذا فور كي السعر اكيد بيزيد. فخلونا الان ننتقل لكاميرا السيلفي. ونشوف الوضوح. هل الوضوح نفسه? او الكاميرا الخلفية افضل? وهذي السيلفي. شوفت عينكم. انا قاعدة اطفل في الكاميرا. فالكاميرا الخلفية اكيد هي الافضل. وتقدر برضو تزوم. وتسوي زوم اوت زوم ان. فايش رايكم? اباخذ برضو سيلفي صور ثابتة. تشوفون الوضوح. والمايك البسبوع. مايك طبعا حق الاستيديو. فايش رايكم في الوضوح? هل يستحق الجوال تقريبا سعره حول الثمامية وشوية? وبشكل عام شوفت عينكم الان في لعبة كول اف ديوتي. اللعب الحمدلله سلس وشاشة تسعين هرتز. وبطارية ستة الاف ميلي امبر وامورك طيبة مع الالعاب. فالجوال نجح في الالعاب. في التصوير الفيديو طبعا كان الف ثمانية وثلاثين اطار. تمنيت. يكون فور كي وثلاثين اطار اقل شي. واخر شي نتعرف عليه بشكل عام. الاطار مصنوع من الامنيوم وبالخلف بلاستيك. وواجهة الاستخدام ماجيك او اس سبب وين تو. واكيد ان دروي 13. واخر شي. السبيكر يقدم اداء مذهل. وصوته عالي. فباحد مثلا منكم جرب نوع من هذه الجوالات يعطيني رأيه بخانة التعليقات. عمنا شباب يعطيكم الصح العافية على المتابعة. نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. ولا تنسوا الاشتراك في قناة ونشرف فيديو اعجاب. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.